اهلا بكم في سوريا اليوم وفي اول محاور لهذه الليلة لهذه الليلة يمكن قولا المحور الاول سنتكلم به عن مفاوضات غير معلنة تجري بين هيئة تحرير الشام في ادلب ومسؤولين ايرانيين بخصوص بلدتي كفرية والفوعة لبحث مسألة استكمال اخلاء البلدتين ان صحت هذه المعلومات هذه المفاوضات تأتي تزامنا مع استقدام الفصائل لتعزيزات عسكرية بمحيط البلدتين اهلا بكم في سوريا اليوم اهلا بكم وصلت عدة حافلات الى بلدتي كفرية والفوعة في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين هيئة تحرير الشام وايران وقالت هيئة تحرير الشام ان الاتفاق هو عبارة عن ابعاد ما وصفته بخطر كفرية والفوعة كأول خطوة من خطة عسكرية دفاعية في حال تعرضت المحافظة لهجوم على حسب وصف الهيئة على طاولة المفاوضات وفي سوق البازارات السياسية يقفل ملف الفوعة وكفرية وتطوى بذلك اخر الصفحات من اتفاق المدن الاربع الموقع في نهاية عام 2016 بين ايران من جهة وهيئة تحرير الشام واحرار الشام من جهات اخرى هيئة تحرير الشام نشرت بنود الاتفاق الاخيرة ومنها اخراج الميليشيات الشيعية المسلحة المدعومة ايرانيا من البلدتين وتهجير المدنيين من الاهالي مقابل اطلاق سراح 1500 معتقل لدى النظام والافراج عن 37 مقاتلا لدى الايرانيين في حي سيدة زينب جنوب دمشق اعداد الاشخاص المقرر اخراجهم من البلدتين قاربت 7000 على ان تستمر العملية خلال اليومين القادمين ليصفها ناشطون على انها صفقة بيعت خلالها البلدتان كما بيعت من قبلها عشرات المدن السنية في اطار نهج التغيير الديمغرافي الذي يسلكه النظام ومن ورائه ايران فضلا عن تحقيق مصالح بعض الدول المتصارعة على الارض السورية كما ويرى فيها البعض تبديدا لاخر الاوراق الرابحة في يد المعارضة في الشمال السورية بينما اعتبرتها هيئة تحرير الشام محاولة لابعاد ما وصفته بخطر الفوعة وكفرية كاول المحاولات ضمن خطة عسكرية تهدف للدفاع عن المحافظة في حال تعرضها لهجوم محتمل بحسب ما صرح به عماد الدين مجاهد مدير العلاقات الاعلامية للهيئة وفي كواليس المشهد يحضر حديث الرئيس التركي مع نظيره الروسي الذي تزامن مع الاتفاق مهددا بانتهاء أستانا في حال اقتحمت روسيا إدلب مما زاد المشهد تعقيدا إذ وضع العلاقات الروسية التركية في سوريا على المحك وبالتالي أهالي إدلب وكل من نزح إليها على هاوية الخوف والقلق من مصير سبقت إليه معظم المناطق المحررة في سوريا ويسعدنا لفتح نقاش في أولى محاور هذه الليلة أن نستضيف الكاتب والمحلل السياسي محمود عثمان هنا في الاستوديو وسينضم إلينا في سياق الحلقة عبدالرهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات ورحبك سيد محمود قبل كل شيء الآن حسين مرتضى قال بالحرف لو كان يعرف إرهابي إدلب وعلى رأسهم المحيسني ما الذي ينتظرهم في قادم الأيام لا توسلوا وتمسكوا بأهل الكفرية والفوعة كي يبقوا في منازلهم وحدد مدة زمانية أثناء الحديث عن أسبوعين وعشرة أيام وما إلى هناك كيف تقرأ هذا التصريح وما هي الفائدة من هذه الصفقة إن كانت كل الوسائل غير رسمية للنظام تنذر بمعركة عسكرية قادمة في المنطقة وسائل خير لكم ولمشاهدين الأكارم أعتقد أن الوضع السوري هو معقد بذاته ويزداد تعقيدا كلما اقتربت الأمور من الحسم أو كلما اقترب التجاذبات السياسية والأطراف بالتعدي على الأطراف الأخرى مرت علينا فترة كل طرف إقليمي ودولي وضع لنفسه خطا أو حدودا أو منطقة وكان هناك شبه اتفاق على هذه تقاسم مرحلة تقاسم مناطق النفوذ الآن هناك تخطي لهذه المرحلة رأينا هذا في ذرعة في الوضع المعتاد الأصل أن يكون الأمريكان قد ضمنوا عملية خفض التصعيد لكن كفاية والفوعة لها وضع خاص بالتأكيد الآن هناك اتفاق تم سيبدأ التنفيذ وتم الاتفاق على البنود وآليات الأمر لكن الإعلاميين إن صح التعبير أو الشخصيات المحسوبة على النظام تنذر بمعركة كيف تقرأ هذا الموضوع بشكل سياسي؟ بداية علينا أن ننبه إلى أن عملية التهجير كائنا من كانت وكائنا من كان المستهدف منها هي جريمة ضد الإنسانية هي مرفوضة أخلاقيا ومرفوضة بكافة المبادئ وكافة الأديان السماوية والأرضية وبكل المقيس هذا أولا الأمر الآخر من المفيد أن نذكر المشاهد الكريم بأن سكان الفوعة الأصليون الذين لم يروا الانخراط في ما يحدث من أحداث تركوا الفوعة في بداية خلال عام 2011-2012 غالبية سكان هاتين الناحيتين البلدتين الأمر الآخر عندما جاء حزب الله اللبناني استخدم هاتين البلدتين كقواعد عسكرية الآن إلى حد كبير طبعا بقي هناك ناس عبارة عن دروع بشرية لحزب الله اللبناني بشكل رئيسي ولبقية الميليشيات الشيعية التي استقدمتها إيران هنا وهناك طيب سيد محمود انتكلمنا عن بنية الاتفاق بذاته برأيك الآن إيران والنظام السوري لماذا استعجلوا بتنفيذ هذا الاتفاق رغم أن كما هو معروف هناك عدة تفاوضات سابقة بهذا المجال لم تنجح على الإطلاق لكن هذه المرة نجح هذا الموضوع يعني بالنظر إلى أطراف الاتفاق حدث اتفاقات حول نفس اللذوة نفس البلدتين وخرج هناك ناس مقابل ناس آخرين لكن هذه المرة إخلاء كامل أعتقد أن قوى إقليمية وراء هذه الصفقة سواء بالضغط على هذا الطرف أو ذاك الطرف علينا أن نسلم بأن الأطراف الموجودة على الساحة السورية لا تملك القرار الرئيسي القرار الكبير هو بيد روسيا بيد إيران بيد أطراف أقليمية ودولية أنت ترى الموضوع إذن هو مفروض من الخارج هذه الصفقة مهندسة من قوى أقليمية؟ بالتأكيد هذا بالتأكيد هناك عملية تسخين تدريجي لإدلب كما نعلم منذ بداية التدخل الإيراني ذهبت إلى إيران إلى استراتيجية مرماها التجميع على أساس مذهبي ومن تهجرهم من ريف حمص بداية ثم ريف دمشق ثم الغوطة كل من خرج من هناك تم توجيههم نحو إدلب والخطة تقضطي بعد ذلك الخطوة الثانية شيطانة إدلب على أساس فيها تنظيم القاعدة ممثلا بجبهة النصرة أو جبهة تحرير الشام ثم القيام بعمل عسكري ضد هذا الخزان البشري الضخم سأنتقل إلى ضيفي انضم علينا الآن من غازة أنت البحث بمركز جزور جزور عفوان عبدالوهاب عاصي مرحبا بك عبدالوهاب طبعا أنت مطلع على تفاصيل الاتفاق وبعض التحليلات بهذا الموضوع لكن نريد معلومة بحسب آخر الموطيات لديك هل تبين متى سيبدأ هذا الاتفاق؟ أهلا بكم أعتقد أن الاتفاق بدأ فعليا خلال الـ 24 ساعة قادمة يفترض أن يتم أشرع بتنفيذ النصوص من إخراج 6900 شخص متواجدين في داخل الفوع وكفرية إلى الانتهاء من كامل البنود المدة لتنفيذ هذا الاتفاق لا أعتقد قد تقول طالما أن هناك مئة حافلة أصلا تجهزت ودخلت إلى أطراف الفوع وكفرية دعني أنبه إلى نقطة في هذا الصدد ملف الفوع وكفرية يندرج ضمن اتفاق المدن البلدات الأربعة أو ما اسمته هي التحرير الشام لاحقا المدن والبلدات الخمس بعد انضمام مخيم اليارموك إلى هذا الاتفاق لا يمكن القول أن الاتفاق تأخر جاء فجأة لا الاتفاق قديم ويتم تطبيقه على مراحل المرحلة الأخيرة التي تم تطبيقها هي إخراج مقاتلها هي التحرير الشام من مخيم اليارموك في جنوب العاصمة دمشق الآن يبدو أن الاتفاق يتم إنهاء ملفاته بشكل كامل طبعا إنهاء ملفات الاتفاق بشكل كامل يعني وجود دول إقليمية تدخلت في هذا الصدد وهي الدول المعنية في الملفات وهي إيران روسيا وتركيا كطامن عبد الوهاب لماذا الآن تحديدا وهناك أكثر من مؤشر لأن الأنظار توجهت بأن أيضا هناك أمر قبل أن تجيب عبد الوهاب يعني بكوننا نتحدث في بداية الحلقة قبل أن تنضم إلينا حسين مرتضى نشر شيء على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أهل إدلب سيعرفون قادم الأيام وهناك نفس تهديدي بهذا المجال إضافة إلى هذا الاتفاق برأيك ما هذا يعني كيف تفسر هذه الأمور دعنا في البداية نستعرض على الجمهور الكريم وجود ثلاث سيناريوهات لهذا الاتفاق هذا الاتفاق إما يعني أن الدول الضامنة توصلت لشكل نهائي لمنطقة خفض التصعيد الرابعة أي الشمال السوري ونقاط مناطق انتشار نقاط المراقبة في الشمال السوري وهذا يعني أنه لم يعد هناك أي تدخل عسكري في الشمال السوري ستتحول منطقة خفض التصعيد إلى منطقة وقف أطلاق شامل ومن ثم إلى منطقة آمنة ثم تنتقل هذه المنطقة آمنة إلى أشبه بحكم ذاتي ثم ينتقل إلى مسار الحلق السياسي وفق ما تريده رؤية الإصلاح الدستوري الروسية التي توافق عليها روسيا ويبدو أن الولايات المتحدة لا تتوقع أن هناك عمل عسكري باتجاه هذه المنطقة دقيقة بناء على تصريحات حسين مرتضى مثلا دقيقة سأكمل تفضل سأكمل أنا تحدثت عن سيناريو سيناريو الآخر قد يحصل أن إيران تحاول قدر الإمكان الاستفادة من الخزان البشري الذي لديها في الفوعة وكفرية ونحن نتحدث عن تقريبا قرابة 6900 شخص يمكن أن يكون بينهم ما لا يقل عن 1500 إلى 2000 مقاتل أو تستطيع إيران أن تقوم بتسليح عدد أكبر من هؤلاء بما أنهم مبنيين على نفس العقيدة المذهبية من الموالين لإيران في التحديد تحدث عن الميليشيات موالية إيران التي دافعت عن الفوعة وكفرية بمعنى أن إيران تحاول استقطاب هؤلاء للتجهيز للمعركة المقبلة طالما أنها خسرت أو فشلت في مرات سابقة الوصول إلى الفوعة وكفرية من جبهات خلصة أو من جبهات الحاضر أو من الجبهات العديدة في الريف حلب الجنوبي المعروفة ربما إيران تتجهز لمعركة أكبر للسيطرة على طريق الدول وهي تحتاج إلى خزان بشري ولا تمتلك إيران اليقين الكامل بأن روسيا ستقدم إليها التغطية النارية الجوية لذلك هي تحتاج إلى قوة برية كبيرة جدا هذا احتمال الآخر الثاني هناك احتمال ثالث أيضا احتمال الثالث يعني أن الاتفاق جرى بضمانة دولية إيرانية روسية تركية اتفاق شامل ينص على إخراج الفوعة وكفرية مقابل تبادل أراضي تبادل أراضي في الشمال السوري سأعود إليك على كل حال عبدالوهاب سأعود إليك حتى نضيء على هذه النقطة تحديدا لكن أريد أن أسألك سيد محمود الحافلات دخلت أكثر من مرة إلى منطقة كفرية والفوعة لكن الأهالي رفضوا أن يخرجوا فيها بعدة مناسبات سابقة لماذا يصر النظام برأيك على إخراج الأهالي بهذا التشدد في الموقف عند النظام؟ هل هم ضحية برأيك؟ بالتأكيد كل من يجلى عن منزله وبيته ومسقط رأسه هو إجراء تعسفي وليس إجراء اختياري وبالتالي خروج هؤلاء ورأينا من قبل بعملية التهجير الأولى أن الناس لم يكونوا ممتنين خصوصا بالوجب الأولى للترحيل لم يكونوا ممتنين بل كثير منهم هاجم النظام وانتقد النظام بعبارات شديدة اللهجة بالتأكيد لم يستشاروا في هذه الخطوة والاتفاق جاء عبارة عن نتيجة لمازار سياسي نتيجة لتوافقات إقليمية نتيجة لتفاهمات بين أطراف لا علاقة لهم بها ما هو شكل هذا التفاهم برأيك ومن خلال تحليلك سيد محمود؟ أعتقد أن العقدة في هذا الغصن أو في هذا اللوح القشبي العقدة أو بيضة القبان هي إدلب هناك سيناريوهات كثيرة كما تفضل الأستاذ عبد الوهاب وهناك أيضا تدافعات وتصريحات مرتضى وغيره تصب في هذا الاتجاه هناك من يريد أن يذهب إلى أبعد مجال في الدموية وفي اقتحام إدلب مهما يكون السبب وتركيا تدفع بالاتجاه الآخر تدفع باتجاه التهدئة وتجنيب إدلب ما حدث في بقية المناطق منذ أيام حادثة بسيطة قد تشير إلى شيء ما قام بعض الفصائل الغير المنضبطة بالهجوم على بلد التادف على مدينة التادف لكن سرعان ما تم تلافي الأمر وحتى الفصائل هناك والكل تدخل وغطى الأمر إذن التفاهمات التي تمت وخصوصا في هذه المنطقة سواء منطقة درع الفرات أو غصن الزيتون أو حتى من بعدها منطقة إدلب هذا الجزء المتعلق مباشرة بتركيا والذي أنيط به عفوا بتركيا ضمانته لا زال حساس إلى درجة كبيرة لكن الأتراك أيضا حساسون جدا وتصريحات أردوان وتحذيره بشكل علني وربما فيه شيء من القسوة الدبلوماسية تحذير كان هناك عملية تحذير واتصال من أجل هذا الأمر تحديدا يشير إلى شيء ما إلى تحذير تركيا وأن تركيا لن تتسامح بتخطي ما تم الاتفاق عليه وبالتالي الطرف الآخر الذي يريد التصعيد نراه يصعد ويصرح بوتيرة عالية وربما دفع الطرف الآخر الذي يريد التصعيد هو الذي يدفع باتجاه هذه العملية سأعود أنتقل إلى عبدالوهاب عاصي من عينتاب عبدالوهاب سياسيا في ظل هذا الواقع الميدان الجديد الذي يرسم في الشمال وفي الجنوب والكل متسلسل ببعضه هذه الاتفاقية جاءت ضمن سلسلة اتفاقيات المدن الأربعة ما الذي بقي للمعارضة السورية السياسية كورقة في مستقبل مناطق المعارضة الخارجية عن سيطرة النظام من الجيد أنك تطرقت إلى هذه النقطة أريد أن ألخص هذا الأمر بعدد كلمات في الأصل لم تكن الفوعة وكفرية مطلقا في يوم من الأيام ورقة ضغط لصالحها قوة الثورة والمعارضة السورية على العكس ورقة ألفوعة وكفرية كانت بداية انطلاق بوابة التهجير على السوريين من محيط العاصمة دمشق في الزبداني وغيرها من المدن مضايا وغيرها من المدن في محيط العاصمة دمشق الشمالي الغربي ورقة ألفوعة وكفرية كانت بوابة لشن عمليات واسعة على ريف إدلب وريف حلب الجنوبي مسبقا للوصول إلى هذا الجيب المعزول الذي تسيطر عليه إيران وجعلته قاعدة عسكرية متقدمة لها أو في عمق محافظة إدلب في الشمال السوري الذي يسيطر عليه الثوار ورقة ألفوعة وكفرية لم تكن يوما لصالح الثوار لأنها كان يتم استخدامها واستثمارها من قبل فصائل عسكرية في المنطقة لجانب تمويلها اقتصاديا ليس أكثر مع الأسف لم يتم استثمار هذا الأمر عسكريا وأمنيا وغيرها أو سياسيا على الشكل المطلوب الآن الفصائل تجد هذا الملف أو شخصيا أعتقد أن هذا الملف بات عبءا كبيرا على الثورة في الشمال السوري إذا ما كانت قوى الثورة في الشمال السوري والمعارضة السورية تنظر بجدية إلى أن المرحلة القادمة ستكون أكثر جدية في المجال العسكري والمجال السياسي أو التحرك العسكري أو التحرك السياسي وأيضا الأمني لذلك لابد من إنهاء هذا الملف وأعتقد أن إنهاءه جاء في صالح الشمال السوري سواء من ناحية أنه إذا كان هناك معارك استنزاف سوف تحصل لن يكون هناك مشاغلة في داخل الفوع وكفريا ستكون الأنظار متجهة إلى ريف حلب الجنوب وإلى جبهات ريف حلب الشمالي على كل حال ستبقى معي عبد الوهاب عاصي في المحور الثاني سنعود لنتناقش به ستبقى معي في البرنامج أشكرك كثيرا السيد محمود عثمان الكاتب والمحل السياسي كنت معنا في المحور الأول شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة سوريا اليوم ونعود حكومنا موسيقى 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 شكرا